إذن ونبقى في أوضاع المخيم وينضم إلينا وعبر الأقمار الصناعية أمير عبد الباقي مراسلنا من عمان يعني بداية أهلا بك أمير ضعنا في صورة الأوضاع في مخيم الركبان هل هناك تحركات تلوح في الأفق لقدوم مساعدات إليه أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه في الحقيقة الوضع مستمر بالترد في مخيم الركبان وعلى ما يبدو بأن سبعين ألف مدني في مخيم الركبان أصبحوا مجرد أوراق ضغط بيد من له مصلحة هناك في هذه الجغرافية المنقطعة عن العالم الآن هناك مصالح أمريكية هناك مصالح روسية هناك مصالح لدول أخرى في هذه المنطقة ويريدون الحصول عليها عبر ورقة الضغط الإنسانية وهي سبعين ألف مدني محاصرون في تلك المنطقة اليوم نحن تابعنا عن كثب تصريحات سيد علي الزعتري المنصق الأممي للمساعدات الإنسانية السورية وقد أثبت وأكد بأن النظام أسد عرقل وصول المساعدات إلى المخيم وصول المساعدات سهل جدا الآن نغم بطبيعة الأجواء رغم برودة الأجواء لأن المساعدات تصل في أي وقت ولكن نظام الأسد يتعنت بوصول هذه المساعدات بأمر روسي لأن الروس كما نشاهد دائما لها مصالح هناك في منطقة التنافو والبادية السورية بالتزاون مع تصريحات المنصق الأممي للأمم المتحدة يأتي وزير الدفاع الروسي ويقول بأن أمريكا تسلح المدنيين في مخيم الركبان أو بعض المدنيين في مخيم الركبان ربما هناك مصالح تريد الحصول عليها بهذه الطريقة اللا إنسانية هناك 70 ألف مدني الآن يعانون أوضاع إنسانية صعبة هنا لا يوجد حريب أطفال، يوجد حالات مرضية، يوجد وفيات في الأيام الماضية توفي عدد كبير من الأطفال وكذلك النساء الحوامل هناك حالة إنسانية يرثى لها، هناك مصالح روسية لا يهمها هذه الحالة الإنسانية يهمها أن تحقق بعض المصالح أو مصالحها في منطقة التنافو بالأمس كما شاهدنا وتابعنا بأن هناك كان من المفترض أن يكون هناك اتفاق روسي أمريكي من أجل وجود قوات أمريكية هناك، ولكن لم يتم التوصل إلى حل أيضا بالأمس خرج سيد الدكتور الصفدي وزير الخارجي الأردني وأكد بأن هناك محادثات أمريكية، روسية، أردنية من أجل حل جذري لمعضلة مأساة مخيم الرقبان ولم يتوصلوا إلى الآن لحل ينهي هذه المأساة هناك في الحقيقة مصالح تعرق الوصول المساعدات الأممية إلى المدنيين العالقين في هذه المنطقة سهل جدا إخراجهم من هذه المنطقة إلى شمال سوريا أو إلى بعض المناطق هناك ولكن أيضا كما ذكرت لك هناك مصالح هي من تعرق الإفراج عن هؤلاء المسجونين في الحقيقة في سجن كبير داخل الصحراء القاحلة نعم، إذن أمير عبد الباقي أشكرك على هذه المعلومات كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عمال